طلعت مرتين في التليفزيون في برامج برنامجين الدنيا قامت ما قاعدتش انتقدوك وهجموك ليه؟ الناس دايما بتخلط الأمور بالحياة الشخصية على الحياة العملية على الكورة كله دايما بيخش ببعض أنا معرفش ليه مال ظهوري في التليفزيون ومال الكورة مش مركز مثلا إزاي يعني وجهة نظر ملهاش أي لازمة أعرف أنت يا ما بتسمع الكلام ده ما تحاوليش ترد عليه بال بالعكس الكلام ده بداحكنا في ناس شغلتها السوشيال ميديا في ناس شغلتها الظهورة على التليفزيون في ناس أعدالك يا بو جبل لا أنا بدي مثلا مثلا هل الناس دي مثلا مش نعكح في حياتها؟ نكحين طبعا طيب أمال إيه مشكلت أنا؟ إيه مشكلتي مع الناس اللي نظهر في التليفزيون؟ ما أنا بسألك عشانه عارفت كان تفسيرك إيه؟ يعني أنت مش أول ولا آخر حد اللي يطلع في برنامج ما كل حد بيعمل حاجة عجبة الناس عمل إنجاز عمل حاجة لمصر بيطلع في التليفزيون دي حقير شغل أنا جات عليك أنت ووقفت تصرتها بإيه؟ بيحبوني لا و أنا باك كلما سألك سؤال تقول لي بيحبوني؟ لا أنا زي ما قلت لك اللي بيحبيني كتير عشان كده يعني في ناس مستكترة أن أنا أطلع على التليفزيون أو يعني أنت ما عملتش حاجة أنت إيه اللي مطلعك؟ يعني ده رأي الناس الإعلام الرياضي بيهجمك طول الوقت بتشوف ده عادي ولا بتشوفه من ناحية تانية؟ الإعلام الرياضي عمتا دايما في النقطة دي لأن إعلامي إعلام مزبزب زي ما بيقوله أو يعني أنا بسميه مش يعني إحنا كنا بنتمنى من الناس إن هي في الفترة الأخيرة وإحنا في المنتخب إنك يما تيجي تنتقدني إنتقدني نقد بناء أنا أقدر أصلح من نفسي لكن ما تنتقدنيش النقد اللي هو يهديني واللي هو يحسسني إن أنا مش موجود أو إن أنا ما ينفعش أكون موجود لأ ليه بيحسسك إن أنت مش موجود وإنك ما ينفعش تكون موجود؟ ما أنا مش عارف ليه لأن أنا موجود بقناعات مدير فني موجود بقناعات مدرب كبير واختيارات مدير فني على أعلى مستوى إنتوا عايزين تشكيكوا في إيه؟ إيه اللي بتحس إنه هم عايزين يوصلوا للناس عايزين يوصلوا للناس إيه؟ والله أنا عمتا بالنسبة للإعلام عن متن يعني منظومة أنا مش قادرة أفسرها هي هو محايد هو مش محايد هو لمصلحة مين بيحصل كده أنا مش قادرة أفسر حاجة زي دي يعني مش قادرة أفهمه زي ما بيقوله بينك وبين نفسك لما تشوف نقده هجومته للوقت بتفسرها بإيه بقولك والله ما قادرة أفهمه والله الإعلام عن متن مش مفهوم بالنسبة لي لأن ساعات بحس أنه هو إعلام مش محايد ساعات بحس أنه دايما ما بيجيش في صف الحق أو ما بيجيش في صف المجتهد أو يعني مش عايز أقول اللي هو يعني حاجات بياخدوا من هنا عشان خطر يكملوا هنا أو بيهاجموا حد هنا عشان خطر هنا ظلمك الإعلام الرياضي أكيد زي ما دان حق ظلم بطولة أفركة من بعد بطولة أنا طياروك في السماء